موسيقى اسألوا، تعطوا، اطلبوا، تجدوا، اقرعوا، يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح لهم المسيح بعلمنا في هذه الصلاة عن هوية الآب الآب ليس بعيد بل هو قريب الآب هو إله شخصي وطبعا فريد ومتميز أيضا لكنه محب علاقة المسيح بالآب علاقة متميزة علاقة جميلة لكن برضو علمنا المسيح أعلا عن الآب اللي بحبنا واللي إله مخطط رائع لحياتنا هذا الآب محب، هذا الآب كريم، هذا الآب سخي في العطاء هذا الآب هو إله شخصي حي يسمع ويستجيب طبعا أسلوب المسيح إذا أردت أن تستشف من بين الكلمات فيه نوع من المرح لكن فيه نوع من التسائل اللي بيلمس الصميم لما قال لماذا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها عم بيتكلم بشكل صادم وهون عم بيتكلم عم بيقول إذا ابنك سألك خبز تعطي حجر إذا سألك سمكة تعطي حية إن كنتم وأنتم آباء أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم السماوي مرة تانية عم بيعلن عن هوية الآب يهب الخيرات للذين يطلبونه أيضا فبيوضح لنا هوية الآب أنه الآب بحبنا وأنه المسيح أعلن عن محبة الآب طبعا هذا مفهوم غريب كان بالنسبة لليهود مع أنه نوعا ما العهد القديم بيتكلم عن أنه الله أبونا لكن المسيح وضح هذه العلاقة المتميزة مش بس بينه بين الآب لكن علاقة رعاية أبناء الملكوت علاقتهم بالآب السماوي كمان الكتاب المقدس بشبه الآب السماوي بالأم الحنون يقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها يقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك هم يتكلم عن رحمة الآب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر